ونجي بعد كده لتوضيح ألية البناء الضوي وأول من وضح مصدر الاكسوجين المنطلق من عملية البناء الضوي كان العالم الأمريكي فاننين بجامعة ستانفورد وده من خلال دراسته لعزية العملية في بكتيريا الكبرية الخضراء والأوروانية وبكتيريا الكبرية الخضراء والأوروانية بتتميز بأنها بكتيريا زلطية التخزية لأنها بتستطيع تكوين غزاها بوسطة كولوروفيل بكتيري وده بيكون تركيبه أفسط من تركيب الكولوروفيل العادي والبكتيريا دي برضو بتتميز بأنها بتعيش في طين البرك والمستنقعات حيث يتوفر كابريتيد الهيدروجين وده مصدر الهيدروجين اللي بتستعمله البكتيريا دي في اختزال سانيكسيد الكربون علشان تبني المواد الكربوهيدراطية وتحرر الكابريت فعلشان نفهم العملية دي حصلت إزاي تعالى نعرف إيه هي النتائج اللي تمت من خلال عملية البناء الضوي في بكتيريا الكابريت الخضراء والأرجوانية والنتائج كانت المواد الكربوهيدراطية وبالتحديد كان الجلوكوز وده رمزه C6, H12, O6 ومن النتائج برضو كانت المواد ورمزها H2O وآخر حاجة وهو الكابريت ورمزه S والمواد اللي استعملتها بكتيريا الكابريت الخضراء والأرجوانية في عملية البناء الضوي كانت كابريتيد الهايدروجين والرمزه H2S وسانيكسيد الكربون والرمزه CO2 فأول حاجة افترض فان نيل إن الضوء بيعمل على تحليل كابريتيد الهايدروجين إلى هيدروجين وكابريت في تفاعلات ضوئية وقلنا لكابريتيد الهايدروجين رمزه H2S فاحنا خدنا 12 جزيه كابريتيد هيدروجين وده خلناهم في تفاعلات ضوئية والكولوروفيل البكتيري الموجود في البكتيريا امتص الطاقة الضوئية فتم تحليل 12 جزيه كابريتيد هيدروجين إلى 12 H2O و12S بعد كده الهايدروجين الناتج بيختزل سانيكسيد الكربون علشان يبني المواد الكربوهيدراطية اللي هي الجلوكوز في تفاعلات لا ضوئية فاخدنا 12 H2O وحطناهم مع 6 جزيهات CO2 اللي هو سانيكسيد الكربون وتم عمل اختزال فطلع لنا C6H12O6 زايد 6 جزيهات مية 6 H2O وبالتالي المعادلة بالكامل هتكون 6 CO2 زايد 12 جزيه كابريتيد هيدروجيني اللي هو 12 H2S وتم امتصاص الطاقة الضوئية بوسطة الكلوروفيل البكتيري فطلع لنا جزيه جلوكوز والرمزه C6H12O6 زايد 6 جزيهات مية اللي هم 6 H2O زايد 12 زارة كابريت تم تحريرها في التربة العالم فانيل طبق نفس الكلام ولكن على النباتات الخضرة والنباتات الخضرة بتعيش في التربة العادية وبالتالي هنستبدل كابريتيد الهيدروجين بالمية فتكون نواتج عملية البناء الضوي في النباتات الخضرة هي المواد الكرباهدراطية وبالتحديد الجلوكوز والرمزه C6H12O6 والمية ورمزها H2O والأكسجين ورمزه O2 والمواد اللي بتستخدمها النباتات الخضرة علشان تعمل عملية البناء الضوي هي المية ورمزها H2O وسانوكسيد الكربون والرمزه CO2 فنمسك الخطوات كده بالترتيب أول حاجة العالم فننن افترض أن الضوء بيعمل على تحليل المية إلى هيدروجين وأكسجين في تفاعلات ضوئية فأخذنا 12 جزين مية 12H2O تم تحليلهم مائيا باستخدام الطاقة الضوئية اللي امتصها الكولوروفيل فطبع لنا 12H2 زاية 6O2 بعد كده الهيدروجين الناتج بيختازل سانوكسيد الكربون علشان يبني المواد الكربوهيدراطية في تفاعلات لضوئية خذنا الـ 12H2 اختزلنا بهم 6 جزئيات سانوكسيد الكربون اللي هم 6CO2 فطلع لنا جلوكوز اللي هو C6H12O6 زاية 6 جزئيات مية لهم 6H2O فتبقى صيغة المعادلة كلها 6CO2 زاية 12H2O باستخدام الطاقة الضوئية المتصة بالكولوروفيل فيطلع لنا C6H12O6 زاية 6H2O زاية 6O2 وده الهكسجين اللي النبات بيخرجه كناتج سانوي لعملية البناء الضوي من خلال التجارب دي افترض فان نيل ان المية هي مصدر الهكسجين في النباتات الخضرة كما ان كابراتيد العيدروجين هو مصدر الكابريت في بكتيريا الكابريت في فريق من العالماء في سنة 1941 قام بمجموعة تجارب علشان يثبت صحة نظرية فان نيل فاستخدموا تحلب الكولوريلة الاخضر ووفروا له جميع الظروف المناسبة علشان يعمل عملية البناء الضوي العالماء قاموا بتجربتين في التجربة الاولى استخدموا مية فيها نظر الهكسجين 18 بدلا من او 16 ونظر الهكسجين 18 هو نظير مشاعر وبالتالي بيسهل ملاحظته تحت المايكروسكوب في التجربة الاولى العلماء لحظوا ان الهكسجين المتصاعد من البناء الضوي من نوع النظير او 18 المشاعر فكانت معدلة التفاعل كلاتي CO2 من النظير او 16 العادي زائد H2O من النظير او 18 المشاعر باستخدام طاقة ضوئية المنتصة بواسطة الكلوروفيل فخرج لنا جزء بولوكوز عادي C6 H12O6 زائد موية فيها اوكسجين عادي اللي هو H2O زائد الاكسجين الناتج كامل النظير O18 المشاعر والارقام دي علشان توزن المعادلة والتجربة التانية لو على ما يستخدمه موية عادية مع ساني اوكسيد الكربون بيحتوي على نظير الكربون O18 المشاعر ولحظوا ان الاكسجين المتصاعد في البناء الضوي هو اوكسجين عادي من النظير O16 فتبقى معادلة التفاعل CO2 من النظير O18 المشاعر زائد H2O من النظير O16 العادي باستخدام الطاقة ضوئية المنتصة بواسطة الكلوروفيل فكانت النتيجة الجولوكوز بيحتوي على نظير O المشاعر والمية بتحتوي على نظير O المشاعر ولكن الاكسجين اللي خرج كان اكسجين عادي غير مشاعر وبكده العلماء استنتجوا ان مصدر الاكسجين المنطلق من البناء الضوي هو المية وليس ساني اوكسيد الكربون وبالتالي الاكسجين اللي بيكون موجود في الجولوكوز والمية النتيجيا من عملية البناء الضوي بيكون مصدره هو ساني اوكسيد الكربون نيجي بعد كده للتفاعلات الضوئية والتفاعلات اللا ضوئية في البناء الضوي العالم بلاك مان وضح من خلال تجاربه لدراسة العوامل المحددة لمعدل عملية البناء الضوي زي الضوء والحرارة وساني اوكسيد الكربون ان عملية البناء الضوي بتنقسم الى تفاعلات ضوئية ودي بتكون تفاعلات حساسة للضوء وتفاعلات لا ضوئية هي عبارة عن تفاعلات الظلام او التفاعلات الانزيمية ودي بتكون حساسة لدرجة الحرارة فلما نيجي نعرف التفاعلات الضوئية هنقول ان هي عبارة عن مجموعة تفاعلات بتتم في الجرانة داخل البلاستيد الخضرة حيث يتواجد اصباغ الكولوروفيل ويكون الضوء هو العامل المحدد لسرعتها فبتم التفاعلات الضوية في سلسلة من الخطوات كالتالي اول حاجة الضوء بيسقط على الكولوروفيل الموجود في الجرانة داخل البلاستيدات الخضرة فبتكتسب الالكترونات زرات جزء الكولوروفيل طاقة فبتنتقل من مستوياتها الاقل في الطاقة الى مستويات اعلى في الطاقة فبتتحول جزيئات الكولوروفيل العادية بعد كده الى جزيئات كولوروفيل نشطة او جزيئات كولوروفيل مصارى بعد كده الطاقة المختزنة في الكولوروفيل بتتحرر فبتت الالكترونات مرة اخرى الى مستويات الطاقة الاقل ويصبح الكولوروفيل بعد كده غير نشط ويمكنه امتصاص المزيد من الضوء علشان ينشط مرة تانية الطاقة اللي بتخرج بعد كده من الكولوروفيل جزء منها بيستخدم في شطر جزيء المية إلى هيدروجين ويكسجين بحيث أن الهيدروجين بيتحد مع مرافق الانزيم اللي اسمه مستقبل الهيدروجين والموجود أصلا داخل البلاستيدات الخضرة وبيرمز له بالرمز ناد بي فلما يتحد مع الهيدروجين بيتكون مركب اسمه ناد بي اتشي تون بحيث أن الهيدروجين لا يعرب أو يتحد مرة تانية مع الهيدروجين والنتج التاني من شطر جزيء المية وهو الأكسجين بيخرج كناتج سنوي والجزء الأكبر من الطاقة المتحررة من الكولوروفيل المصار بيتم اختزانها في جزء الـ ATB وذلك باتحاد جزء الـ ADB اللي هو سناي الفوسفات وده أصلا بيكون موجود برضو في البلاستيدات الخضرة مع مجموعة الفوسفات وبالتالي تسمى هزين عملية بعملية الفوسفرة الضوئية فتعالا نشرح اللي حصل كده بس بشكل مبسط شوية أول حاجة الطاقة الضوئية اللي بتكون جاية من الشمس بيتم امتصاصها بواسطة الكولوروفيل ألف فيتحول الكولوروفيل ألف إلى كولوروفيل نشط والطاقة اللي داخل الكولوروفيل النشط الطاقة المختزنة في الكولوروفيل النشط بتستخدم عشان تعمل حاجتين أول حاجة بيتم شطر جزء المياه إلى أبسوجين وده بيخرج كناتك سنوي وهيدروجين بيتحد مع النات بي فيتحول إلى مركب نات بي H2 والمركب ده بيحمل الهيدروجين إلى التفاعل اللا ضوي والجزء الأكبر من الطاقة الموجودة في الكولوروفيل النشط بيتم تخزينها في مركب الـ ATB بحيث أنه بيتم تحويل الـ ADB إلى ATB علشان يحمل الطاقة إلى التفاعل اللا ضوي نيجي بعد كده للتفاعلات اللا ضوئية أو تسمى التفاعلات الانزيمية والتفاعلات اللا ضوئية هي عبارة مجموعة من التفاعلات بتتم داخل السترومة اللي هي أرضية البلاستيد الخضرة وبالتالي بتحصل خارج الجرانة وبتكون درجة الحرارة هي العامل المحدد لسرعة التفاعلات اللا ضوئية علشان كده ممكن أن هي تحصل في الضوء أو في الظلام عادي في التفاعلات اللا ضوئية بيتم تسبيت غسة نيوكسيد الكربون اللي النبات بيمتصه عادي من الجو ويتحد مع الهيدروجين اللي بيكون محمول على مركب النات بيتش 2 بمساعدة الطاقة المختزنة في جزء الـ ATB فبتتكون المواد الكربوهيدراطية اللي هي الجلوكوز لذلك بيطلق على مركب النات بيتش 2 ومركب الـ ATB مركبي الطاقة التثبيتية بعد كده العالم ميلفين كيلفين تمكن هو مساعدين في جامعة كالفرونيا عام 1949 من الكشف عن طبيعة التفاعلات اللا ضوئية بعد اكتشاف نظير الكربون المشوع C14 العالم ميلفين كيلفين عمل تجربة على تحلب الكولوريلا وكانت الخطوات كالتالي أول حاجة وضع تحلب الكولوريلا في الجهاز زي الشكل اللي قدامنا ده بعد كده أمد التخلب بغاز سانيوكسيد الكربون وبيكون فيه كربون مشاع اللي هو C14 بعد كده عرض الجهاز لضوء مصباح لعدة ثواني علشان يسمح بحدوث عملية البناء الضوي وفي الخطوة الرابعة وضع التخلب في كأس فيه محلول ساخر علشان يقتل الخلية ويوقف التفاعلات البيو كيميائية وفي الآخر خالص فصل المركبات المتكونة خلال عملية البناء الضوي بطرق خاصة وكشف فيها عن الكربون المشاع بعداد جايجر فكانت النتائج كان آتي اتكون مركب سلاس الكربون اسمه فيسفو جريسرالدعايت ورمزه BGAL بعد سانيتين بس من التعرض للضوء والمركب ده هو المركب الأول السابت كيميائيا الناتج عن عملية البناء الضوي وبيستخدم في بناء الجلوكوز والنشا والبروتينات والدهون وبرضه بيستعمل كمركب عالي الطاقة في التنفس الخلوي تاني حاجة تم يثبت ان السكر سداس الكربون اللي هو الجلوكوز ما تكونش في خطوة واحدة ولكن اتكون من خلال عدة تفاعلات اشتركوا في القناة